السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل مدرسة على الهواء تحدثنا في اللقاء السابق بحول الله عن مادة تكنولوجيا الكهرباء وتطرقنا من خلال المادة على الباب الثاني وعرفنا من خلال الباب الثاني المحولات وأنواعها واستخدامها والأثر اللي بتحدثه المحولات داخل الدائرة الكهربية أو داخل أي جهاز وأهمية المحولات بصفة عامة داخل بيوتنا وداخل شبكات الكهرباء ومش بيخص بس تخصص التبريد وتكيف الهواء ولكن عرفنا أن المحولات شيء شامل وعام وبنستخدمه في حياتنا على اختلاف شكله واختلاف نوعه ثم تطرقنا إلى الموحدات وأيضا عرفنا تعريف الموحد وخدنا بعض أجزاء الموحد أو بعض أنواع الموحدات وده كان بحول الله في حلائطنا السابقة في مادة تكنولوجيا الكهرباء إن شاء الله النهاردة استكمالا لمواد تخصص التبريد وتكيف الهواء هناخد مادة مهمة جدا ومادة كلنا بنستناها جميع أبنائنا الطلبة والطالبات بيستنوا مادة الرسم الفني لأنها مادة مهمة جدا ومادة بتحوي كم من المعلومات والمهارات اللي بتأحل جميع الطلبة إن مهارات التخيل عندهم يبقى إذن إحنا هنشتغل النهاردة مادة الرسم الفني وطبعا استكمالا للحلقات السابقة هناخد أيضا استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع وفي حلائتنا النهاردة إن شاء الله هناخد قطاعات مختلفة يعني أنا معودكم في حلائتنا إن إحنا ما بنقفش على نوع واحد من القطاعات ولكن القطع الميكانيكية اللي هو بيدهالي بنبتدي من خلالها نحصل على سواء كان قطاع رأسي سواء كان قطاع جانبي سواء كان قطاع أفقي فمن خلال مجموعة من القطاعات المختلفة أنا بطبق على القطع الميكانيكية اللي موجودة عندنا وطبعا أنا ليه بنعمل كده ممكن أبنائنا الطلبة والطلبات تقول يا مستر ليه يعني إحنا بناخد قطاعات مختلفة يعني هو في الكتاب مثلا طالب قطاع واحد ربما أنا أديك قطاعين أو أديك ثلاثة في المساقطة الثلاثة اللي بيكون موجودة عندي ليه علشان نعرف عملية القطاع بتم إزاي في أي مستر من المساقطة الثلاثة وبالتالي من خلالها أقدر أعمل قطاع في أي قطعة ميكانيكية سواء كانت اللي موجودة داخل منهجنا أو سواء كانت اللي موجودة خارج كتاب المدرسي في القواعد واحدة بناء على الأساسيات اللي احنا خدناها في أول حلقة من حلقات الرسم الفني وعرفنا من خلالها القواعد اللي بقدر من خلالها أستنتج المساقطة الثالث وأيضا القواعد من خلالها اللي بعرف أنواع القطاعات وأيضا بعرف إزاي أنفس القطاع وخطوط التهشير المختلفة إن شاء الله استكمالا لما سبق شرحه في حلقات الرسم الفني هنأخذ النهاردة تمارين على استنتاج المسقطة الثالث مع عمل قطاعات مختلفة أنا ما بقولش قطاع واحد أنا هنا بقول قطاعات مختلفة لأن أنا ما بقفش على اللي موجود عندنا في كتابنا المدرسي أنا بحاول أوسع مدركات طلبنا الأعزاء بحيث أنهم يقدروا يعرفوا القطاعات المختلفة في جميع القطاع الميكانيكية وفي جميع المساقط طيب تعالوا مع بعض نشوف أول تمرين من تمريننا من واقع الكتاب المدرسي وهو استنتاج المسقطة الثالث مع عمل قطاع نشوف مع بعض كده التمرين التمرين بيقول هنا إيه؟ تمرين على استنتاج المسقطة الثالث مع عمل قطاع طيب أي اللي يرسم بمقياس رسم واحد إلى واحد طبعا إحنا اتفقنا مع أبناءنا الطلبة والطالبات وعرفنا في حلقات عديدة سواء كان في هذا العام أو العام السابق بحول الله عرفنا مقياس الرسم والسكيل اللي أنا بس شغل به وعرفنا يعني إيه مقياس رسم واحد إلى واحد أو مقياس رسم واحد إلى اتنين أو مقياس رسم اتنين إلى واحد بمعنى أصح يعني مقياس التكبير أو مقياس التصغير أو المقياس الحقيقي اللي هو بيبقى موجود جاي ما هو وطبعا مكياس واحد الى واحد هذا يعني ان الرسمة اللي موجودة هتتنقل بنفس الابعاد اللي هي بيكون موجودة عندي طيب الرسم او الشكل يوضح هنا ايه المسقط الرأسي والمسقط الافقي لقطعة ميكانيكية هذه القطعة الميكانيكية مطلوب مني انني ارسم المسقطين دول بالاضافة الى استنتاج المسقط السالس مع عمل القطاع اللي هو طالبه لي وده تمرين من واقع الكتاب المدرسي اللي بيكون موجود عندنا في مادة الرسم الفنمي طيب هو طالب ايه قال لي مسقط رأسي كامل مسقط جانبي كامل مسقط افقي قطاع عند المحور ايه ايه طب اما نبص مع بعض كده على عملية القطاع هنقول القطاع نوع القطاع ده ايه برافو عليكم كل ابناء انا الطلبة والطالبات بتقول ايه بتقول يا مستر ده قطاع متدرج او قطاع ليس على استقامة واحدة وده طبعا بيبقى فيه شغل شوية وبينمي مهارات التخيل عند ابناءنا الطلبة والطالبات لان من خلاله بعرف الاجزاء الظاهرة من الاجزاء المختفية ومعنى انه طالب عندي في الرسمة او طالب عندي في المسقط هذا القطاع المتدرج يعني طالب مني انني اظهر اجزاء ميكانيكية بعينها كانت مختفية لواني مشيت على استقامة واحدة طيب احنا اتفعنا وزي ما عودناكم في حلقاتنا السابقة ان احنا الاول بنبتدي نحلل الرسمة او المساقط اللي بتكون موجودة عندي ومن خلالها بقدر المس واقدر استنتج المسقط السالس بكل سهولة وبكل يص طيب اما نيجي نشوف الايزومترك زي ما احنا طبعا انتو مش مطالبين بالايزومترك او مش مطالبين بالمنظور المدرسي ولكن كهو وسيلة توضيحية بتوضح للطلبة ازاي القطعة الميكانيكية شكلها حقيقي او شكلها في الفراغ عامل ازاي طب لما نيجي نبص من المسكت الرأسي انا شايف الاعدة اللي هي موجودة عندي دي اللي هي بارتفاع 18 وبالطول اللي عندي كام 120 ادي الاعدة موجودة عندي هنا بارتفاع 18 وبالطول كام 120 زي ما احنا شايفين الاعدة طب ننتقل الى اعلى الاعدة اللي عندي وهنلاقي شكل مستدير طيب الشكل دا مستدير طب ممكن نقول هو اما نيجي نبص من المسكت الرأسي هو انا شايفه مستدير هنقول لا طبعا ولكن ايه اللي عرفني ان هذا الشكل مستدير او دائري لما نيجي نبص لنفس مسكته في المسكت الافقي هنلاقيه شكل مستدير او شكل دائري زي ما احنا شايفين وده اللي عرفني ان هذا الجزء مستدير ما بحكمش زي ما عودناكو انا ما بحكمش على القطعة او على الشكل من مسكت واحد فقط اما لحنا بننمي مهارات التخيل عندكم ليه لان اصلا القطعة بتبقى موجودة هنا سواء كانت بشكل عادي ربما تكون القطعة شكل مكعب اللي بيحكم عليها هو شكلها في المسكت الافقي او رؤية القطعة الميكانيكية في المسكت الافقي طيب انا شايف من المسكت الرأسي اللي هي مستديرة اللي هي على شكل عفوا مستطيل زي ما احنا شايفين هي اللي موجودة باللون الاحمر ده على شكل مستطيل موجودة فين موجودة في المسكت الرأسي طيب المسكت الافقي طيب تعالوا نبصوا مع بعض على المسكت الافقي شايفين شكل مستدير ولا لا يبقى ازا احنا حكمنا على القطعة الميكانيكية او الجزء المستدير ده من خلال المسكتين اللي عندي منتقل الى الجزء الاخر وطبعا ده مش محتاج شرح احنا قبل كده وهنعيده تاني اللي هو الاستوانة الداخلية او الفراغ الداخلي اللي هو على شكل استوانة عندي وزي ما احنا قلنا ان الاستوانة بتزهر دائرة في مسكت ومستطيل في المسكتين الاخرين طيب قادم ما باجى بص من المسكت الافقي انا شايف استوانة او شايف شكل دايرة اللي هي موجودة عندي هنا بالشكل فوق في المسكت الافقي ولكن عندما انظر اليها من المسكت الرأسي هشوف عندي مستطيل بس مستطيل جاي داش او جاي هيدن او جاي فراغ بمعنى اصح ان ايه دي خطوط مخفية بتوضح لي ان في فراغ او في استوانة داخلية انا مش شايفها فعملت مكانة ايه عملت مكانة نقط وطبعا هي جاية من اول المسكت الى اخره يعني التقب دا جاي من بداية المسكت من اعلى حاجة فيه الى اقل حاجة فيه الى الاعداء اللي هي موجودة في قاعدة ايه المسكت طيب ننتقل الى الجزء الاخر وهو العصب وزي ما احنا عارفين ان العصب بيظهر ايه برافو عليكم العصب بيظهر مساحة فيه مسكت وقلنا قبل كده المساحة هي الشكل المسلسي اللي بيكون موجود امامي هذا الشكل المسلسي يطلق عليه مساحة وقلنا بيبقى موجود سمك فين في مسكتين يبقى معنى كده ان هنا موجود مساحة وفي المسكت الرأسي في المسكت الافقي موجود سمك هيبقى هيبقى موجود في المسكت الجانيبي ايضا ايه سمك طيب تعالوا نبص عليه من الايزومتريك ادي اللي هو باللون الازرق هنا انا شايفه شكل مسلسي هذا الشكل المسلسي شايفه مساحة في المسكت الرأسي ولكن عندما انظر اليه من المسكت الافقي فهاجده ايه؟ هاجده سمك زي ما موجود امامي وعندما انظر اليه من المسكت الجانيبي ايضا هشوفه سمك زي ما احنا شايفين عندنا يبقى كده ده بالنسبة لموضوع العصب ننتقل الى فيه هنا ده شكل فراغ مفتوح وفيه تقب داخلي بيجون موجود عندي هنا طيب اما اجا بص من هنا او اما اجا بص من اعلى ادي الشكل الفراغ اللي هو التقب اللي بيكون موجود عندي ودي فتحة زي ما احنا شايفنا الفتحة دي طبعا ربما تكون تجميع الباقي اجزاء ميكانيكية اخرى زي ما احنا شايفنا عندنا هنا ودي الفتحتين دول اللي هعرفني ان فيه فتحتين هنا انهم موجودين هنا في المسكت الافكي ايضا هم والبعد بينهم او بين مركزيهم هكام 30 ملي متر يبقى هنا اما نيجي نبص هنا طبعا انا هشوف التقب اللي عندي ده بس انا مش شايفه هشوفه مستطيل لانه بينطبق على الاستوانة فاذا انا هيظهر عندي هنا مستطيل نقاط زي ما احنا شايفين واحنا عرفنا نقاط لانه ما بص من الجهة الرأسية انا مش شايفه ايضا لما اجي بص عشان نخلي بلنامينا الجهة الجانبية ايضا مش هشوفه ولكن هشوف ايه عشان هنرجع للكلام ده تاني هشوف الفتحة الخارجية اللي هي موجودة ومدخلالي على التقبين اللي بيكونوا موجودين عندي تمام وهنشوف هنا ايضا الفتحة الداخلية اللي احنا شايفين هنا ننتقل الى الجزء الاخر والاخير في الرسمة اللي عندي وده عبارة عن تجويف دائري نازل زي ما احنا شايفينه اللي هو الجزء ده طب ايه اللي عرفني انه نازل انه هنا موجود مش جاي بطول الاعداء ده هو مفحور في قلب الاعداء من الداخل او منتصف الاعداء لان لو الفتحة دي او القاعدة او القطع ده موجود من بداية الاعداء انا ممكن اشوفه من هنا ولكن هنا هو مداري على الجزء اللي هو نازل عندي اللي هو بارتفاع تسعة يبقى اذا هو كطبعا ارتفاع الاعداء كله كام 18 انا نزلت تسعة او نزلت في الفحر اللي عندي او القطع اللي عندي تسعة هذا الجزء زي ما احنا شايفينه هو انه فيه ايضا جزء دائري على شكل استواني ايضا اللي هي نهايته النقط اللي بيكون موجودة عندي يبقى اذا انا نزلت من هنا الجزء اللي احنا قلنا عليه اللي هو الجزء السمكه بيكون تسعة ونزلت من هنا اللي استوانة او الجزء المستدير اللي ما نازل عندي لحد فين لحد نهاية الاعداء اللي بيكون موجودة عندي ويبقى بكده احنا حللنا الرسمة اللي بيكون موجودة عندي ولازم نخلي بالنا وتعالوا مع بعض بقى نشوف ازاي بنستنتج المسقط السالس وهو المسقط الجانبي في الرسمة اللي عندنا طيب زي ما احنا عودناكو هنا احنا شايفين هنا ايه ادي المحور التماثل اللي احنا بنشتغل به والزاوية 45 بنطلع بالطول بتاعي من هنا طبعا ده طوله كام هنقول طوله 60 عشان نخلي بالنا يبقى اذا هنقول الطول هنا كام يا مصدر هنقول الطول 60 وارتفاعه كام ارتفاعه 42 علشان كده احنا قلنا ادي طوله 60 ودي اللي ارتفاع كام 42 عفوا طيب الجزء الاخر وزي ما احنا قلنا قبل كده طالما ان هناك سنتر لين او محور في المنتصف يبقى لابد ان اعمل المحور اللي في المنتصف موجود في المسكة الجانية يبقى معنا صح هنا في محور وقلنا المحور ايه المحور بيكون خط ونقطة زي ما احنا او خط وشرطة زي ما احنا شايفين وبيبقى ما بيرتبطش بطول المسكة ولكن ممكن يطلع عندي برا المسكة اللي بيكون موجودة عندي يبقى طالما ان هناك محورا في المسكة الافقي يبقى لابد ان يكون هناك محورا او سنتر لين في المسكة الجانبية طب اول ما بص من المسكة الجانبية اول ما تراء عيني اليه هو ايه هو الارتفاع الاعداء اللي هي موجودة كام التمنتاشر يبقى اذا لما جابص الاعداء عندي هتمشي هنا تمام وهتجيني بالشكل هنا بارتفاع كام تمنتاشر وبطول المسكة اللي بيكون موجودة عندي يبقى اللي هي باللون الازرق ده يبقى هي ارتفاعها هنا كام تمنتاشر وبطول المسكة اللي عندي يبقى دي الاعداء الاولانية اللي انا شايفها من المسكة الايه من المسكة الجانبية طيب ننتقل الى جزء اخر وهو ايه زي ما احنا شايفين الخط الواصل او الجزء الواصل بين الاستوانة الدائرية ده احنا اتفاعنا وقلنا مع بعضنا ان الاستوانة اللي هي باللون الازرق ده الاستوانة بتظهر لي دائرة في مسكة ومستطيل في مسكة هي ظهرت لي هنا زي ما احنا شايفين استوانة او دائرة زهرت لي هنا مستطيل بهجيلي هنا على طول ايه مستطيل انا خدت المحور هنعيده من الاول تاني انا خدت المحور من التلاتين اللي عندي زي ما احنا شايفين وطلعنا بعملية الانعكاس بالزاوية 45 ممكن طالب من طلابنا الأعزاء يقول يا مستر طالما أن هناك محور ما نممكن أخذ من هنا خمستاشر ومن هنا خمستاشر واطلع بها أي طريقة تحلو لك تعرف ترسم بيها المسكت الجانبي بصورة كاملة وصحيحة فهي متاحة لك بس يعني دي يعتبر أسهل الطرق اللي بتعرف أبناءنا الطلبة المبتدئين أو المقبلين على استنتاج المسكت التالت من التعرف على كيفية استنتاج المسكت الجانبي يبقى طلعنا من هنا من اللي نكاس وجنا هنا إيه زي ما احنا شايفين عملناها مستطيل وهو ظاهر طبعا لدينا نما بص من هنا أنا شايفها بالشكل اللي بيكون موجود إيه أمامي طب ليحنا عملناها من أول هنا ومنزلناش بيها للآخر هنقول لأنها موجودة في المسكت الرأسي من فنين من بدايتها يعني سيبنا التمنتاشر وطلعنا بقية اللي اتنين وارفعين عندي يبقى أيها بمعنى صح مش مسكة أو مش نزلة في القعدة أو مش نزلة في نهاية المسكت علشان كده أنا عملتها إيه مستطيل وطبعا ظاهر لأننا بصص من هنا فأنا شايف ننتقل إلى الجزء الآخر ونخلي بالنا منه وهو الجزء الفراغ اللي احنا لسه عيلين عليه ده طبعا ما نيجي نقول الجزء الفراغ ده هو نفسه زي ما احنا شايفين اللي هو الجزء اللي نازل بارتفاع تسعة وبيقول اللي هو سمكه تسعة من بداية المسكت بمعنى أصح اللي هنا طب على عشان أنا أجي أعمل المسكت هو نفس الارتفاع أو نفس السمكه اللي هو التلاتين فأنا طلعت منه بس طلعت إزاي زي ما احنا شايفين ان انا خدت الجزء الهدن اللي بيكون موجود عندي انا باصص من هنا فانا مش شايف الجزء اللي هو زوء السمك الاقل او الفحر اللي بيكون موجود في القطعة الميكانيكية اللي هو نازل بارتفاع كام تسعة وعملته نقط زي ما احنا شايفينه بالطول عندي تلاتين علشان ما حدش يفتكر ان ده تكملة للاصطوانة اللي بيكون موجودة عندي انا ماليش علاقة بالاصطوانة دلوقتي انا بتكلم على ايه على الجزء الاخر اللي هو المغفي واللي هو زوء السمك تسعة واما بص من الجهة الجانبية من هنا انا مش شايفه فانزلت بيه زي ما احنا شايفينه طب ده بالنسبة لايه للجزء المغفي زي ما احنا قلنا طب ننتقل الى جزء اخر وهو الايه قبل ما اجع ملة اما اجع بص من هنا زي ما احنا وضحناها على الايزومتريك طبعا احنا قلنا الفتحة اللي هي بسمك ستة والفتحة اللي هي بسمك ستة هنا دي طبعا اما اجا بص من الجهة الجانبية فانا شفتها او الريدي هشوفها في المسكت الجانبي فانا بطلع بطلها زي ما شفنا من هنا طيب برضو هنطلع بطلها زي ما احنا شايفين وعشان كده انا ظهرتها عندي بالشكل اللي بيكون موجود امامي هنا اللي هو بطول ست طب ست يبقى انا باخد من المحور من هنا تلاتة ومن المحور من هنا تلاتة وبطلع بيها وهنا ايضا تلاتة اللي مش عاوزي الزاوية من هنا تلاتة وايضا بطلع بيها طب انا طلعت بيها هنا فقط لانها هي مش موجودة عندي الا موجود في الجزء ده فقط او بارتفاع الاعداء فقط ولكن الباقي عندي فراغ فهي مش موجودة فيه لذلك انا عملتها فين بالشكل العام طيب ننتقل الى الاستوانة الاخرى وزي ما احنا شايفين ادي الشكل العام للاستوانة احنا قلنا زهر لي هنا مستطيل نقط وجايا لي هنا دائرة يبقى هجي لي هنا مستطيل وايضا مستطيل نقط لان اما هبص من هنا انا اشوف الفتحة اللي ايا بسمك ستة دي فقط ولكن الاستوانة اللي هي الفاي بتاعدتها اتناشر او الار بتاعدتها ستة مش هشوفها لانها مدارية داخل الجسم وبالتالي هاجي مكانها زي ما احنا شايفين اللي هو باللون الاحمر ده وعملتها بس عملتها ايه نقط زي موجودة عندي بايزا الاستوانة ظهرين هنا الاتنين منطبقين على محور واحد فظهر لي هنا مستطيل نقط بس في مستطيل اخر ولكن انا مش شايفه جالي هنا الاتنين لو طلعت عند المحور اللي عندي بس انا مطلعتش من هنا الحد لانه هو نفس المحور اللي بيكون موجود على التلاتين او على القطع الجزء المستدير اللي هو كام التلاتين لانه ما نيجي نبص من هنا هو كام تلاتين فعلشان كده احنا طلعنا بنفس التلاتين اللي بيكون موجود عندي وعملنا الشكل العام للفتحة اللي بيكون موجودة وايضا الاستوانة او التقب اللي بيكون موجود في نهاية المسكة اللي عندي طيب ننتاكل الى الجزء الاخر وهو الاستوانة زي ما احنا شايفين طبعا احنا متفقين ان هنا دائرة هنا مستطيل نقطي بها يجيلي هنا ايه برافو عليكم هنقول مستطيل نقط ايضا لزي ما احنا شايفين حددنا الطول بتاعها وطلعنا بعملية الانعكاس تمام وطلعنا فيها الشكل العام وجالي هنا مستطيل ايه مستطيل نقط بطول المسكة طب ليه انا عملتي ده بطول المسكة لانها موجودة في المسكة الرأسي بطول المسكة زي ما احنا شايفين عندنا يبقى احنا كده عملنا الاستوانة وعملنا الاستوانة الداخلية وعملنا الجزء زي السمك تسعة عندي اللي هو مخفي واللي هو موجود وعملنا ايضا التقوب اللي بيكون موجودة هنا وعملنا كل حاجة فاضل حاجة واحدة فقط وهي العصب وزي ما احنا شفناه وقلنا ان العصب بيظهر هنا مساحة في مسكت وغالبا بيكون المسكت الرأسي بيظهر لي هنا السمك يبقى هيجي لي هنا ايه هيجي لي السمكة عندي زي ما احنا هنشوف وهنشوف طوله دلوقتي بيجي طوله منين من هنا يعني ما نيجي نبص كده شوف الطول بتاعه احنا مشينا منين من نهايته وهنيجي نبتدي نعمل العصب سمك زي ما احنا شايفين اهو وجالي العصب اللي عندي السمك يبقى جالي هنا مساحة جالي هنا سمك جالي هنا ايه السمك طب ما طلعش نهاية المسكت ليه لانه هو موجود هنا عندي فين ليه نهاية او نهاية العصب بيكون موجود هنا وليست دي نهاية المسقط اللي عندي فعلشان كده انا جيت من خط النهاية وعملته سمكه وسمكه كان ستة يبقى من هنا تلاتة ومن هنا تلاتة وابتديت اعمل العصر اللي بيكون موجود عندي ويبقى بكده احنا عملنا المسقط احنا كده عملنا المسقط الجانبي وعرفنا من خلال المسقط الجانبي كل جزء مكوم من ايه وعرفنا ايضا الشكل العام للمسقط الجانبي هو عبارة عن ايه عندي طيب زي ما احنا شفنا وعرفنا وتقصينا من خلال الايزومدرك او من خلال المنظور الهندسي اللي عندي قلنا الاول قواعد الدائرة بنعيدها تاني ان الاستوانة او التوب اللي بيكون موجود عندي بيظهر دائرة في مسقط واحد فقط سواء كان ظاهرة او مخفية وبيظهر مستطيل في مسقطين او على حسب ارتفاعه برضو سواء كان ظاهرا او ايه او مخفية وقلنا ايضا ان ما بحكمش على المسقط اللي عندي من خلال او ما بحكمش على الجزء او الشيء او القطعة الميكانيكية من خلال مسقط واحد فقط ولكن لابد ان اتروى وابص في المسقطين اللي بيكونوا موجودين عندي لان عشان احدد شكل القطعة ازاي وتنمي عندي مهارات التخيل لازم ابص للقطعة منين من مسقطين مختلفين ده بالنسبة للايه للمسقط التالت واستنتاج المسقط التالت وعرفناها بالشكل العام وعرفنا القواعد اللي احنا درسناها قبل كده من خلال الاساسيات ان ازاي استنتج المسقط السالس اللي عندي طيب بعد ما احنا شفنا كده تعالوا نشوف شكله في الايزومتريك وتعالوا نشوف عمليات القطاع المختلفة اللي هي مطلوبة مننا داخل التمرين ومش بس كده كمان ده في قطاعات اخرى انا فرضها عليك على اساس ان انت تعرف جميع انواع القطاعات في حلقتنا بحول الله طيب تعالوا مع بعض كده نبص ونشوف الدنيا عاملة ازاي بالنسبة لعملية القطاع وبالنسبة للشكل العام للرسمة اللي بيكون موجودة عندي هنا زي ما احنا شفنا كده ادي الشكل العام للمسقط الجانبي وحددنا من خلاله طيب تعالوا هنا بقى طبعا احنا بعد ما عملنا هنا مساحنا الزيادة وشفنا الشكل العام زي ما هو موجود امامي طيب تعالوا هنا بقى نشوف عمليات القطاع نمشي مع الاسهم هو طالب مني هنقول اه يا مستر ده هو طالب مني قطاع متدرج وانت ايلينا في بداية الحلقة قطاع متدرج طب انا عملت لك القطاع ده زيادة وهو القطاع الافقي المستقيم وهو ليس على استقامة واحدة وايضا هنعمل القطاع اللي هو على استقامة واحدة ايضا يعني ان شاء الله هنشوف الاتنين علشان نعرف الاشكال المختلفة لعملية القطاع طيب يبقى احنا هنا طالب مني قطاع رأسي قطاع رأسي عنده ايه ايه زي ما احنا شايفين وحددلي الشكل اللي انا هقطع فيه طيب تعالوا نشوف كده مع بعض بصوا كده الايزومتريك الايزومتريك كان في الوضع العادي اما احنا قطعنا كده شوف الشكل العام اللي هو باللون البني ده هو ده اللي المنشار مشي فيه وعملية القطاع عندي ظهرتلي في المسكة الايه في المسكة الرأسي يبقى معنى كده انني مقطع من هنا كده يا شباب نطلع مع بعض هنلاقي ده فراغ يبقى اذا الجزء الاول ده هو مش هيتم التهشير فيه ليه لان ده قره دي فراغ زي ما موجود امامي يبقى اذا عملية القطاع هتبتدي منين من بداية التجويف الداخلي ظهر السمكة تسعة اللي عندي يبقى هاجي من هنا كده طبع بس ده هيظهر الخط الهيدن ده كله هيظهر عندي وده هيظهر ولكن عملية التهشير مش هتبدأ لي من هنا ده هتبدأ منين من بعد الفراغ المستدير اللي بيكون موجودة عندي طب احنا اطعنا هنا اطعنا في الاستوانة اللي هي باللولزرق هنقول نعم طيب مشينا من هنا هل الاستوانة اللي بيكون موجودة عندي الداخلية ده اطعنا فيها هنقول نعم اطعنا فيها من هنا يبقى اذا الاستوانة هنا هي هتظهر وزي ما احنا قلنا ان عملية القطاع الغرض منها ازهار الاجزاء المختفية علشان نعرف ما علمها بعد عملية القطاع طيب اطعنا من هنا مشينا في العصب طبعا بس هنقول يا مستر ان العصب لا يهشر اذا كان القطع فين موازي للعصب وهنا القطع موازي للعصب يعني بمعنى اصح ان انا ما بهشرش نهائيا في المساحة ولكن ممكن اهشر فين اهشر في اسم كيب اذا هنلاقي الجزء عندي ده كله تحشير طيب تعالوا مع بعض كده ونشوف الجزء ده مشينا من هنا وقطعنا الجزء ده كده هل اه اه وضع الاستوانة دي او وضع التجويف الداخلي اللي هو موجود عندي ده ايه هل ده هيظهر هنقول لا يا مستر مش هيظهر ليه لان انا اصاسا ما اطعتش فيه بس اما اجي عملية القطع انا همسح الخطين دول خالص بحيث ان ما فيش خطوط زي ما احنا عودناكو بتقطع خطوط التهشير وبالتالي هتلاقي عملية القطع هنشوف كده مع بعض كده شكل المسقط بعد ما احنا عملنا عملية او مساحنا الخطوط ازاي ده اللي بيكون موجودة عنه شوفنا ايه قد الجزء ده فراغ زي ما احنا قولنا مش هنهشر فيه الجزء ده اللي احنا شايفينه ده هو ده اللي موجود عندي وبرضو مش هنهشر فيه لان المنشار ما مشيش فيه مش هنا من هنا اللي هو الجزء البني ده مش هنا هشرنا في الجزء ده المنشار قطع فيه يبقى المنشار هيطع لي هنا كده يبقى خطوط التهشير هدبان هنا اللي استوانة الداخلية اللي بيكون موجودة عندي او التقب المستدير الداخلي عندي زي ما احنا شايفين المنشار ما مشيش فيه يبقى ايزا هيظهر لي عندي وهتلاقي التهشير ماشي ازاي شوفنا كده عملية التهشير مشت ازاي مشت بالشكل اللي بيكون موجود امامي وبالتالي اه كده احنا عملنا عملية التهشير بس احنا عملنا عملية التهشير في ايه في القطاع اه الرأسي اللي هو المستقيم او بمعنى صح على استقامة واحدة طيب تعالوا نشوف اللي هو مطلوب مننا دي الشكل العام كده ونشوف اللي هو طلبه مننا ده الكطاع اللي هو طلبه مننا اللي هو القطاع المتدرج او القطاع اللي هو ليس على استقامة واحدة طيب هنشوف ايه اللي هيطرق على شكل عملية القطاع بعد ما احنا عطل هنقول يا مستر من اول الجزء ده لحد العصب مفيش فيه تغيير نهائيا هو نفس القطاع الصابق فيما عدا ان نجي من هنا ومشيلي عمل تدرج لعملية القطاع تاب ليه هنقول التدرج الهدف منه ليست عملية التدرج اعتباطا ولكن الهدف منه ان يظهر لك التقب اللي بيكون موجود عندي ويظهر لك الشكل الفراغ اللي عندي ده طيب تعالوا مع بعض كده ادي الشكل العام للمنظور والايزومتريك لما انا قطعت بالشكل العادي مشيلي كده ولكن هو بيقول لي تقطع كده وتمشي وتمشي في الجزء ده كده طيب تعالوا نشوف بعد عملية القطاع شكل المنظور هيبقى عامل ازاي اه ايه اللي حصل شوفوا كده بقى شكل المنظور ان مشيلي من هنا يبقى قطع الجزء ده اردي زي ما احنا عارفين وقطعلي في الجزء ده بسي التجوية في المستدير والفتحة اللي بيكون موجودة عندي ديا اللي هي باللون الرمضي دي ظهرت عندي داخل المسكت ولكن مش هيحدث فيها عملية تهشير ليه لان المنشار ما مشيش فيها هو كل اللي في هدف لانها فراغ فالمنشار قطع فظهر الجزء الفراغ اللي بيكون موجود عندي وبالتالي عملية التهشير او عملية القطاع هتتملي في الجزء اللي هو باللون الاحمر اللي بيكون موجودة عندي هنا كده طب تعالوا ننفذوا هنا يبقى هنقول ده هيظهر وده هيظهر والجزء ده هنقول ايه مصطر هنقول هيظهر طبعا زي ما هو موجود عندي ولكن مش هتتمد فيه عملية التهشير طب تعالوا نبص كده مع بعض شوفنا ادي الجزء اللي باللون الاحمر اهو وADowing الدائرة اللي هي باللون الرمضي زي ما احنا شايفين وطبعا احنا بنلون بس بنحاول ندي خلفية لأبناءنا الطالب والطالبات علشان تلمس القطع الميكانيكية وتشوف شكلها عامل ازاي بس ولكن انت مش مطالب في عملية الامتحان ان انت تلون المسكة اللي عندي ولكن انت بتعمل خطوط التهشير في الاماكن بزاوية 45 درجة زي ما احنا قن طيب احنا كده شوفنا لا تعالوا نبصوا كده عملية القطع تمت ازاي اه شوفنا القطع كده ادي العصب اللي باللون الازرق موجودة عندي واده من هنا الفراغ زي ما احنا شايفين تدينا من هنا اللي هو شكل حرفي اللي ده اللي احنا هشرنا فيه من هنا واده الفراغ بتاع الاستوانة موجود امامي هنا واده الاخر الجزء الاخر اللي بيكون موجود عندي باقي عملية الايه القطاع اللي بيكون موجودة عندي ويبقى بكده احنا هشرنا والجزء ده فراغ زي ما احنا شوفناه عندي طيب ده كده بالنسبة لعملية القطاع في المسكة احنا شوفنا في تمريننا ده ازاي بنعمل عملية قطاع مستقيم وزي بنعمل عملية قطاع ليس على استقامة واحدة أو قطاع متدرج زي ما إحنا وبنوه برضو تاني وبنقول لأبنان الطالب والطالبات إن خطوط التهشير لابد أن تكون بزاوية 45 درجة خطوط التهشير لابد أن تكون زي ما إحنا قلنا خفيفة بقدر الإمكان وأخف من خطوط المسكة اللي عندي ما فيش خطوط بتقطع خطوط التهشير يعني بمعنى صح لو فيه هيدن أو فيه نقط أو فيه داش لازم أمسحه قبل ما أعمل عملية التهشير خطوط التهشير زي ما إحنا قلنا بـ 45 لازم تكون أخف من خطوط المسكة ما عدش على خط التهشير مرة أخرى يعني أنا خدت خط ما عدش عيد وزيد عليه لأن التهشير بيظهر الشكل الجمالي للرسمة أو المسكة اللي إنت بتعمل فيه عملية قطاع وقلنا برضو ونوهنا إن إحنا في بداية الرسم لازم الأول أعرف عملية القطاع ربما لو أنا عرفت عملية القطاع في بداية الرسمة اللي عندي إلا هيحصل لو أنا عرفت عملية القطاع فبدل ما أعمل الحاجة نقط هعملها ظهرة بدل فيه حاجات مش هتتعمل أساسا من عملية القطاع يبقى أني ما أعملهاش ووفر على نفسي عناء الرسم والمسح وممكن المسح عندي يبقى وصل منظر الجمالي للإيه لللوحة اللي بيكون موجود عنه ده بالنسبة للتمرين اللي إحنا خدناه دلوقتي من واقع الكتاب المدرسي عندنا طيب تعالوا مع بعض أيضا نشوف تمرين آخر من واقع كتابنا المدرسي ونعرف برضو عملية استنتاج المسكة الثالث مع أيضا عمليات مختلفة لعمليات القطاع اللي عندي بحيث أن إحنا نلم مجمل عملية القطاعات ونلم أيضا استنتاج المسكة الثالث اللي عندي طيب تعالوا مع بعض كده نشوف الشكل اللي عندي آآ هنا بيقول لي هنا تمرين على استنتاج المسكة الثالث وزي ما إحنا عارفين أيضا بيقول لي آآ ارسم بمكياس رسم واحد إلى واحد آآ مسكة رأسي قطاع عند المحور بي بي آآ مسكة جانبي كامل مسكة أفقي قطاع عند المحور اي اي طيب إحنا هنا آآ نزودت علينا شوات حاجات زي ما عودناكم آآ طبعا هنا المسكة الأفقي زي ما إحنا قلنا زي ما إحنا قلنا هنهشر هنا وهنهشر هنا طيب آآ قبل ما نيجي نعمل زي ما إحنا قلنا لازم آآ نحلل الرسمة اللي بيكون موجودة عندي ونعرف الشكل العام في الايزومتريك عشان نلمس القطعة الميكانيكية اللي بتكون موجودة عندي بكل سلاسة وبكل يسر طيب تعالوا نبص كده مع بعض كده من المسكة الرأسي آآ هنشوف من هنا قادي الجزء اللي هو آآ الأعدة اللي بيكون موجودة عندي والآعدة دي ملحوم فيها جزء مستدير من أعلى زي ما إحنا شايفين اللي أنا عامله هنا باللون الأزرق بيكون موجود أمامي هنا زي ما إحنا شايفين كده يبقى دي الشكل العام للآآ الأعدة ملحومة مع الجزء المستدير زي ما إحنا شايفين آآ هنا طيب تعالوا نشوفوا الجزء المستدير من أعلى طيب نما نيجي نبص هنقول يا مصدر ده هو الجزء المستدير اللي هو بيكون موجود عندي هنا الله ده هو موجود بفتحة يعني أنا شايفه هنا في فراغ موجود آآ ده طبعا الحاجات دي لها مغزة إنه ممكن أجمع قطع ميكانيكية مختلفة زي كرسي محور زي قطع ميكانيكية زي زراعة إلى آخره من القطع الميكانيكية الأخرى بجمعها من خلال المسامير ومن خلال الفراغات اللي بيكون موجودة عنده يبقى زي ما إحنا شايفين هنا قادي الشكل العام ودي الإسطوانة هنا طبعا زي ما قولنا الإسطوانة ظهرالي هنا دائرة يبقى جايا لي في المسكت الأفقي مستطيل نقط زي ما إحنا شايفين وهنقول نقط ليه لإننا باصس من هنا زي ما إحنا شايفين هل أنا شايف التقب الداخلي ده لا هنقول مش شايفينه نهائيا فعلشان كده عملت مكانه إيه نقط زي ما إحنا شايفين يبقى هيظهر في الجنبي إيه برافو عليكو هيظهر في الجنبي مستطيل نقط أيضا لإننا مش هشوفه طيب ده بالنسبة للإيه بالنسبة للشكل العام طيب ننتقل إلى هنا في مجموعة من الصقوب أو التقوب اللي بيكون موجودة عندي فيه تلات تقوب مختلفة أدي تقوب زو كتر عشرين عندي وفيه تقوب آخر ماسك فيه لحد الفراغ الأول وهو كتره أربعة عشر وفيه تقوب تالت زو كتر أقل وهو ماسك في الفراغ الآخر لحد نهاية الأعدة المستديرة أو الكتعة المستديرة اللي هو الفاي الخاص بيه تمانية اللي عندي بإذن فيه تلات تقوب عندي موجودين علشان نعرفهم طيب ننزل كده مع بعض ونشوف مسقط التقوب ده إيه آه ده موجود هنا أيضا نفس صورة تبقي الأصل من المسكة الرأسي وهو آه ده التقوب اللي بيكون موجود أمامي العشرين وآه ده التقوب الآخر اللي هو الربعة عشر وآه ده التقوب الآخر اللي هو إيه اللي هو التمانية طيب آه نسأل سؤال صغير لأبناءنا الطلاب ونقول يا طرأة السقوب دي هتظهر إيه عندي في المسكة الجانبي هنقول يا مستر هتظهر في المسكة الجانبي دوائر لان هنا دي مساقط نعتبرها مستطيلة نعتبر استوانة ظهر لي هنا مستطيل وظهر لي هنا مستطيل يبقى هتظهر لي في المسكة الجانبية دائرة على اعتبار ان الاستوانة بتظهر في مسكة دائرة وفي المسكتين الاخرين مستطيل او على حسب ايه طولا طب ما ممكن ايضا نسأل سؤال ونقول احنا ليه عرفنا ان دي سقوب دائرية ما ممكن تكون اي شكل مستدير بلوك حاجة مربعة ايه اللي عرفني طالما ان اداني البعد على الرسمة وكتب لي الفاي ودي لها مغزة هذا يعني ان هذا الجزء مستدير وليس مكعبا او مربعا او مستطيلا تمام يبقى احنا اللي بنستدل اكتر من ايه من خلال الابعاد اللي بيكون موجودة عندي لو هو كتب لي مثلا عشرين فقط يبقى انا هعرف من هنا ان ده ايه برضو اه ولو لو جزء عندي مش لو جزء عندي مش مستدير ايضا هيروح كاتب لي على البعد هنا عشان اعرفه كم في كام سواء عشرين في عشرين او عشرين في تلاتين على حسب انما هو كتب لي على ماسكت وكتب لي فاي يبقى انا اعرف ان الشكل العام هنا هيبقى ايه هيبقى اه دائرة في المسكت الجانبية طب تعالوا نبصوا كده طب هنقول لما نبص من المسكت الجانبية انا شايف التقب اللي في الاخر فقط الصغير ده اللي هو موجود هنا ده لان انا وجهتي من هنا في المسكت الجانب انما تقوا بين الاخرين مش هشوفه فهعمل مكانهم نقط ولكن ده الله هيظهر عنه طب ننتقل الى جزء اه الاعداء اللي عندي خارط هالي او عمل هالي في جزء منحني زي ما احنا شايفين هذا الجزء المنحني بستدل عليه من خلال المسكت الايه من خلال المسكت الافقي زي ما احنا شايفين هادي المسكت الافقي جاي للجزء المنحني اللي هو باللون الازرق عندي اما بصوله من المسكت الافقي اللي هو موجود عندي فين زي ما احنا شايفين في مسكتنا اللي هنا طب وما نيجي نبص هنا اللي هو ما كانه هنا نقط في المسكت الرأسي وده نهاية الانحناء او التجويف اللي عندي ننتقل الى الجزء الاخر والاخير وهو العصب هنا موجود اربع اعصاب زي ما مكون موجودة عندي طب هنقول يا مستر احنا عرفنا منين ان ده اربع عصاب ليه لان ما بص من المسكت الرأسي انا شايف اتنين فقط واحد من الجهة الامامية هنا وواحد من الجهة الامامية هنا طب ننزل كده على المسكة الافقي ونبص على مساقة الاعصاب اللي بيكون موجودة عندي اه هنقول ادي لانا لسه شايفهم عندي ادى واحد ودى واحد في اتنين اخرين منطبقين عليهم بس طبعا دول بنفس الابعاد وبنفس السنك وبنفس الشكل فمش هشوفهم ايضا في المسكة الايه في المسكة الرأس فانا شفت من هنا ادي الاتنين اللي هم العاديين بتوعنا اللي هو باللون الاحمر هنا عملوا لك في المنظور ولكن ما بص في اتنين غيرهم موجودين اما بص من الجهة الافقية ادي واحد ودى اتنين ودى واحد ودى اتنين وما بص من الجهة ايضا اليمنى هلاقي ادي واحد ودى اتنين ودى واحد ودى اتنين موجودين عندي ويبقى بكده احنا حللنا الرسمة اللي بيكون موجودة عندي وعرفنا كل جزء عبارة عن ايه وموجود ومسكته ازاي وهنستنتجه ازاي فيه المسكة الجانبي تحالوا مع بعض بقى هنشوف المسكة الجانبي ونشوف ازاي بنستنتج المسكة الجانبية من الطريقة المعتادة اللي عندنا طيب نعرف الطول اللي عندي هنقول يا مستر الطول ده 44 يبقى طلع لي هنا وطلع لي المسكة بتاعي بنفس ارتفاع المسكة الرأسي وبنفس هنا طول المسكة الجانبية اللي هو كام يا شباب هنقول 44 طيب ننتقل الى القاعدة الاخرى اللي احنا معودينكم عليها في هنا سنتر او في محور في المنتصف اه هيبقى يطلع لي محور في المنتصف زي ما احنا شايفين يبقى احنا كده عملنا المحور الخاص بالرسمة اللي بيكون موجودة عندي طالما ان هناك محور في المنتصف طيب زي ما احنا عارفين اما نيجي نبص من الجهة الجانبية مش الاعدة اللي هي موجودة امام دي انا هشوف ها اللي هي بارتفاع التلتاشر زي ما احنا عملناها في المسكة اللي فاد ايضا يبقى هنقول بايضا هتطلع لي فين في المسكة التلتاشر بس طبعا في هنا محور في المنتصف عملنا المحور الخاص بالمسكة الرأسي ايضا ويبقى بكده احنا عملنا جميع المحور فيما عدا المحور ده هناخده في وقته ايضا طيب تعالوا نبصوا مع بعض كده على الجزء ده انا شايف الجزء ده هنقول ايضا يبقى ايزا الجزء ده اللي هو كام اللي هو التلاتاشر اللي بيكون موجودة عندي والاعدة اللي بيكون موجودة اما بص لها من الجهة الجانبية فاني هشوفها فعملتها زي ما احنا شايفين بالطول كام التلاتاشر ننتقل الى الاعصاب اللي بيكون موجودة عندي طيب انا عندي كم عصب هنقول يا مستر هم عندي اربع اعصاب مختلفة ولكن هم كل عصبين منطبكين على بعض لان المحور بتاعهم والطول والسمك والارتفاع منطبك على بعضه يعني بمعنى اصح انا باصس من هنا فانا شايف العصب ده والعصب التاني ورفا هم الاثنين دول هيظهروا لي واحد فقط هنا والعصب الاخر اللي هو موجود هنا ايضا ده واحد وفيه منورها برضو ايه واحد يعني هنطلع بمعنى اصحة تعالوا نبصوا مع بعض كده عملنا من هنا الخطوط اللي عندي وعملنا ايضا من هنا الخطوط وطلعنا بيها من هنا عملنا الانعكاس يبقى هم هزهروا لي فين اه زي ما احنا شايفين العصبين طيب احنا عملناهم سمك ليه مش احنا لسا يلين ان العصب بيظهر مساحة في اه مسقط واحد فقط وسمك فيه مسقطين يبقى العصب ظهر لي هنا ايه زي ما احنا شايفين ظهر لي مساحة وظهر لي هنا مساحة وظهر لي في المسقط الافقي ظهر لي هنا ايه سمكي بي هيجيلي في المسقط الجانبي فين سمك طيب احنا ما عملناهوش بطوله المسقط ليه هنقول لانه هو موجود في المسقط الرأسي من حد ارتفاع السنترلين او المحور اللي بيكون موجود عندي هنا فعلشان كده انا قلت لك انا بحدد السمك من المسقط الافقي اللي هو سمكه ستة وبحدد الارتفاع من المسقط الرأسي اطلعت من هنا كده زي ما احنا شايفين واخدنا اللي ايه العصب اللي بيكون موجود عندي في الوجه طيب الجزء ده اللي احنا شايفينه اما بص من هنا هل انا شايفه اه هو باقي المسقط هو الجزء بتاع القاعدة المستديرة اللي هي موجودة من اعلى فوق اللي هو الجزء ده والجزء ده من هنا اللي هي سمكها خمسين في ارتفاع المسقط اللي عندي كله اربعة واربعين طيب احنا كده اخدنا الجزء الاعداء اللي عندي واخدنا العصاب ننتقل الى جزء اخر مهم جدا وهو الايه لما اجاب بص من هنا التجويف ده هل انا اشوفه اه نقول نعم لانا لما بص من هنا هشوفه عندي انا باصس من الجهة الجانبية ماهو المسكت والافك وزي ما احنا قلنا هو المراية اللي بتوضح لي شكل القطعة سواء كنت ظاهرة او مختفي طب هنبص من هنا فاذا الجزء العشرة ده هشوفه والجزء العشرة ده ايه هشوفه فانا حددته من هنا زي ما احنا شايفين وطلعنا زي ما انطبك على العصر بالزبط وطلعنا بالجزء اللي عندي اه يبقى احنا يا مستر ظهرنا الجزء الحداشر ده اللي بيكون موجود هنا ده والجزء الحداشر الاخر اللي بيكون موجود هنا ده وده الجزء اللي اتنين وعشرين اللي هو التجويف المستدير اللي هو موجود في الاعداء اللي عندي احنا كده عملنا الشكل ده والشكل ده وطبعا الريدي الاتنين منطبكين على بعض وعلى خط محور او سنتر واحد فبالتالي هم ظهرين عندي ايه طيب ده بالنسبة لإيه للتجويف وده بالنسبة لإيه للأعصاب ننتقل إلى السنتر الخاص بالدايرة اللي عندي أدي الدايرة دي اللي هي على ارتفاع 23 هاجم من هنا السنتر اللي هو باللون الأزرق اللي عندي هنا وقلنا خطوط السنتر بتبقى خطه ونقطة زي ما احنا شايفينه علشان من خلاله ونقدر نعمل عملية القطاع بكل سلاسة وكل سون طيب تعالى من هنا كده بص الاستوانة احنا قلنا ظاهران اللي هي باللون الأحمر هنا طبعا احنا معودينكم ان كل جزء عندي بيبقى بلون مختلف عشان تسهل عملية الاستنتاج ادي الاستوانة موجودة هنا دائرة باللون الأحمر موجودة هنا مستطيل مختفي باللون الأحمر يبقى هاجيلي هنا مستطيل ايضا زي ما احنا شايفين حددنا طول الاستوانة من اعلى ومن اسفل ومشينا ايضا جاتلي باللون الأحمر زي ما احنا شايفين يبقى احنا عملنا الاستوانة او التجويف الداخلي اللي بيكون موجود عندي ظاهر لي هنا هو عبارة عن تجويف مستدير ظاهر لي هنا دائرة ظاهر لي هنا مستطيل نقط يبقى جالي هنا مستطيل أيضا نقط بالشكل بتاعه ده ومن لهم النقط دي والنقط اللي بيكون موجودة أمامي هنا طيب احنا عملناها نقط ليه لأننا نباصص من الجهة الجانبية فأنا مش هشوف المساقط زي ما احنا شايفينه عندنا طيب ننتقل إلى الجزء الآخر والمهم وهو الثلاث سقوب اللي احنا قلناهم وعرفناهم هم اللي فضلين عندي طيب قبل ما اعمل الثلاث سقوب هل انا باصص من هنا هنا هنقول يا مستر الشكل ده شكل مش مصمط أو مش حتة واحدة ولكن هو قاطع منه شكل مستدير يبقى من نهاية القطع من هنا هظهر خط زي ما احنا خدنا من نهايته من هنا كده واقول له ان الجزء ده كده ده جزء مستدير هيظهر لي مستطيل في المسقط الجانبي اللي عندي علشان كده احنا خدناها عيدها تاني خدنا من نهاية هنا الجزء اللي عندي لو هي حتة واحدة مصمطة يبقى هلاقي هنا ايه هلاقي الجزء اللي عندي او هي مستديرة بس مستديرة بنقولك عليها جاية بايه ملساء يعني تلاقي الجزء ده جاي املس مفيش فيه تقطعات خالص وبالتالي هتظهر برضو زي ما احنا شايفين ولكن هو جزء قاطع فيه بطول اللي قاعدة او بطول القطع اللي عندي فعشان كده حددنا الطول بتاعها وروحنا عاملينه زي ما احنا شايفين خط او مستطيل اللي عندي بيتوضح ننتقل الى التلات سقوب الاخرى اللي هم في نهاية الرسمة اللي بيكون موجودة عندي او في المسكت اللي بيكون موجودة عندي طيب التلات سقوب اللي بيكون موجودة عندي زي ما احنا شايفين تعال بصوا من هنا كده اما بصوا من هنا مش احنا لسه قيلينه في الايزومترك انا شايف التقب ده موجود عندي فاذا التقب ده جايلي هنا ايه هنقول يا مستر ده ده 8 الفاي بتاعته 8 ظاهر لي هنا مستطيل وظاهر لي هنا مستطيل بها هيجي لي هنا ايه هيجي لي دائرة يبقى ايزا جايلي دائرة بالشكل اللي بيكون موجود معايا والفاي 8 طبعا احنا قلنا عرفناها انه دا يلا ليه من خلال الابعاد اللي هو مدهالي على الرسم طب ننتقل الى التقب رقم 2 اللي احنا قلنا عندي ده والتقب اللي بيكون موجود عندي رقم 2 ده يا شباب اللي احنا قلنا 14 هل التقب ده اما بص من الجهة الجانبية هل انا اشوفه هنقول لا مش هنشوفه ده انا شفت التقب الصغير فقط ولكن التقب الاخر هيظهر لي ايضا هيظهر لي دائرة ولكن دائرة هتكون نقط اللي عندي على اعتبار ان هنا مستطيل وهنا مستطيل بيجي لي هنا ايه دائرة بس دائرة نقط لان انا مش شايفه وعملتها ايضا باللون الايه باللون الازرق زي ما احنا شايفينه امامنا طيب ننتقل الى الاستوانة رقم 3 والاخيرة او التقب الكبير اللي بيكون موجود عندي وزي ما انا عملت التقب رقم 2 هعمل التقب رقم 3 هيظهر لي ايضا دائرة بس دائرة نقط لان انا مش شايفها من الجهة الجانبية على اعتبار ان هنا مستطيل وهنا مستطيل بيجي لي هنا ايه دائرة وظهرت لي الدائرة زي بيحنا شفناها كده بالنسبة للمسكة الجانبية طيب ودي شكل الايزومترك اللي عندي طيب تعالوا نشوف شكل الرسمة بعد ما عملنا لعملية القطاع ولوناها بلون الايزومترك اللي بيكون موجودة عنه طيب نبص للقعدة قد القعدة الجزء دا والجزء دا موجودين هنا هم ودي التجويف الداخلي اللي هو باللون الاخضر موجود هنا امامي ودي القعدة المستديرة الكبيرة موجودة امام هنا ودي الخط اللي احنا اخدناه وقلنا لان الجزء ده مقطوع بشكل دائري او بشكل منحني فعملت مكانه هنا بالشكل المنحني اللي هو يكون موجود امامي هنا واضي الاعصاب عادي اتنين موجودين امامي سمك لان هنا موجودين هنا ايه سمك واضي الدائرة وفي الدوائر الاخرى بيكون موجودة عندي بس انا ما ظهرتش عملية الايه عملية الاجزاء المختفية اللي بيكون موجودة عندي في المسكة اللي عندي طب ده كده بالنسبة لايه بالنسبة للمسكة اللي احنا موجودين عندي طيب تعالوا مع بعض كده ننتقل الى جزء اخر وقطاع مختلف غير القطاع اللي احنا خدناه في التمرين الاول هنعرف ايضا من خلاله هو طالب مني في كتابنا المدرسي قطاع واحد ولكن انا هنا عملت لك قطاعين ايضا لان كلما تطرقنا في عملية القطاعات ودي اللي لما استها من ابنائنا الطالبة والطالبات بيحصل تحسن كبير جدا وبيتكون عملية استنتاج المسكة التالت مع عملية القطاع بتكون ملموسة ومحسوسة بالنسبة لابنائنا الطلاب فاذا انا بكرر تاني عملية القطاعات لان احنا من خلال التمرين النهاردة هنكون خدنا معظم تمارين الكتاب المدرسي ومعظم التمرين المهمة علشان هنتابع مع كده برضو عمليات المراجعة وهننتقل الى اقسام اخرى من الرسم الفن وهي عمليات الافراد وعمليات الرسم التبريدي والرسم الكهربي ونعرف ازاي بنستنتج داير التبريد وبنرسمها باستخدام الرموز نشوف حلقات اخرى ان شاء الله تعالوا مع بعض ايه نشوف نوع القطاع اللي هو طلبه مني وازاي بنفزه عندي بناء على القواعد اللي احنا تعلمناها قبل كده طيب هو بيقول لي هنا ايه ادي الشكل العام اللي عندي وتعالوا نشوف القطاع الاول اه طالب مني هنا قطاع ايه زي ما احنا شايفين قطاع افقي عندها ايه ايه زي ما شفنا عندنا في الرسمة اللي عندي طيب قطاع افقي معناه ايه يعني ايه يعني هو قطع لي في الجزء ده كده. عاوز يرمي الجزء اللي بيكون موجود من اعلى ده. وهيشوف ايه من اسفل هنشوف الجزء ده. يعني بمعنى صح انا جبت الايزومترك اللي عندي هنا. انا عاوز اقطع في الجزء ده كده واروح انا واخد الجزء اللي فوق ده كده وارميه. هل انا هشوف ايه بعد عملية القطاع. طب تعالوا كده نبص على شكل القطاع بعد ما قطعنا الجزء اللي هو محدده لي وهو ايه ايه. واحنا عرفنا من انه ده قطاع افكي. هنقول برافو عليكم. عرفنا لانه هنقول يا مستر الساهم موجود الى اسفل. وهذا يعني انه بيشير الى ان التهشير هيكون في المسقط الايه? المسقط الافك اللي عندي. طب نبص كده مع بعض على عملية القطاع. ايه اللي حصل? اه شوفوا شكل الايزومترك. اه نركز مع بعض كده. ده الشكل العادي اللي عندنا. طب لما عملت عملية القطاع ايه اللي حصل? اه شوفوا الجزء اللي هو حدده لي من هنا قطع. فبناءا عليه اللي استوانة الداخلية اللي هي كانت مخفية هنا هتظهر. نخلي بالنا بقى. والفراغ ده اتقطع مع الجزء اللي من اعلى. فكل ده هيترمي. مع التقوب التلاتة اللي احنا موجودين عندي دول برضو هيترموا. ادي التقوبة دي الاولاني. ودي التاني. ودي التالت هيترمي كمان مع الجزء وبالتالي مش هشوفه منهائيا. غير اللي انا هشوفه. اللي الجزء المستدير ده. وطبعا قريدي مش هعمل فيه عملية تهشير لان انا ممشتش فيه اساسا. ومنزلتش حتى لحد القاعدة اللي هي ارتفاعها 13. وبالتالي هتكون عملية القطاع فقط من بداية العصب. ولكن مش بطول العصب ايضا زي ما هنشوف. لا ده انا بنزل من هنا. من بداية العصب اللي بيكون موجودة عندي او عندي السنتر اللي عندي ده. وببتدي اعمل عملية القطاع زي ما احنا شوفنا لان فيه جزء من العصب انا ما اطعتش فيه. وهتلاقي القطاع اللي عندي. نخلي بالنا مع بعض كده. زي الجزء ده كده. وزي الجزء دي. يبقى ازا بناء عليها نمسح كل الحاجات اللي احنا بقلنا عليها ونوهنا عليه. يبقى احنا لما نعرف عملية القطاع في بداية المسقط هتريحني. طيب تعالوا كده بعد بعض نشوف اه اه شكل المسقط بعد مساحنا الاجزاء المختفية. اه شوفنا الشكل ايه ادي الاستوانة اللي عندي ظهرت لي بعد ما كانت مختفية. ودي الجزء بتاع العصب من هنا. طبعا الجزء ده اللي مش ريحصل فيه تهشير. والجزء ده بناء عليه ايضا في الجهة اليسرى زي ما احنا شايفين من المسقط الافقي. وهتلاقي عملية التهشير مش شالفين في الجزء ده كده. والجزء ده كده زي ما احنا شايفين عندنا. طيب يبقى احنا كده اه تأكدنا وعرفنا شكل ايه عملية القطاع. نبص كده مع بعض على عملية القطاع. طب شفنا ايه شفنا خطوط التهشير هنا بدأت لي من هنا. وطبعا هنقول الجزء ده فين? هنقول ده باقي الجزء اللي من العصب وانا ما شفتوش او انا ما قطعتش فيه فما عملتش فيه تهشير. طيب انا ما هشرتش ليه جوة لستوانة هنقول لانها فراغ. فطبعا الفراغ لا يهشر اه عندي زي ما زي ما موجود عندي في اه في الرسم. احنا بكده عملنا القطاع الايه? القطاع الافقي اه في الشال عندي ايه? ايه زي ما ايه? احنا حددنا مع بعض. طيب اه تعالوا ننتقل الى قطاع اخر مهم جدا ايضا. هو طالب مني هنا ايه بقى? قطاع شوفوا السهم كده? طالب مني قطاع ايه? اه طالب مني قطاع رأسي عند بي بي. طيب لما نوجد نقول قطاع الرأسي عند بي بي زي ما احنا شايفين. هنقول يا مستر ايه اللي حصل بقى? ده هو هنا هيقطع في المنتصف كده ويرمي الجزء ده كده. ده بتعالوا كده نبص عندي بعد ما احنا قطعنا اه شوف الشكل ايه اللي حصل فيه. اه هنقول قطع في الجزء ده بس ده فراغ زي ما احنا شايفين يبقى هيجي من اول هنا ده فراغ بس هنطلع هنا. ده هيظهر عندي وده ايه? هيظهر عندي زي ما احنا شايفين لان الجزئين دول فراغ. اه وهنقول يا مستر التقوب اللي بيكون موجودة عندي هنا اماني قطعت في المنتصف ظاهرت ولا لا يبقى ايزا لان انا قطعت كده في المنتصف? اللي هو الجزء اللي بلونه الرمادي ده هو اللي المنشار مش فيه. وبناءا عليه ده كله هيظهر والتلات سقوب اللي عندي ايضا هتظهر من هنا. وعملية القطاع هتتميلي كده زي ما احنا شايفين. طب بعد ما احنا مسحنا خطوط التحشير اللي بيكون موجودة عندي. طيب نشوف الجزء اللي هيتهشر فيه. ادي الجزء العام اللي احنا هشرنا فيه وعرفنا عملية القطاع. ويبقى بكده احنا لمينا من خلال التمرينين اللي عندنا النهاردة. لمينا ازاي نستنتج المسكة التالت. عرفنا ازاي عملية القطاع. سواء كان قطاع على استقامة واحدة او قطاع رأسي او قطاع افكي او قطاع متدرج. اتمنى من كل ابنائنا الطالبة والطالبات انهم يكونوا استفادوا من حلقتنا النهاردة بحول الله. على امل ان نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى. لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.